اشتركوا في القناة من أجل مناقشات القضية دينا صديف سي أحمد بوحميد رئيس اتحاد الوطنين المعيشين الصغار والمتوسطين سي أحمد بوحميد صحيح أن هناك تراجع على مستوى السوق العقار خلال سنتين تأجائحة كورونا بالنسبة للسؤال الذي كان يواجه هو عشنه متأثيرات سنتين الكورونا من رغم أن السؤال تطرح ليه بزاف وكان يقول أنها تأثيرات مازالة لأنها ربما سنتين كان تأثير ولكن ما كان شيء تأثير اللي هو كبير ولكن اليوم عاد بدل الإقطاع بصفة عام ما يتأثر لماذا؟ لأن اليوم يخصنا نعرف بأن هذه الأزمة دي الكورونا عرّت على الواقع الحقيقي دي المشاكل دي السكان في المغرب لأن الناس عرفنا بأن المغرب ما زال في أمس حاجة لسا كان في جميع الأصناف لسا كان الاقتصادي لسا كان القليل تكلفة لسا كان لطبقة المتوسطة حتى السا كان لطبقة الغانية اليوم بكل صراحة من اللي كان نجي وكنشوفوا المعرارة اللي عاشوها الناس في الأزمة دي الكورونا من اللي تفرض عليهم من الحجر الصحي على أن واش السا كان كان كيوفر الحاجيات دي المواطني باش نتقوا سدين عليهم في ديورهم أنا بالنسبة لي كأحد الإنسان اللي في هذا القطاع هذا واللي بالمناسبة كان متشرف باش كان أنا كان مترأس واحد الاتحاد للوطني الصغار ومتوسط الملعيشين العقاريين المنضوي تحت الاتحاد العام وقاولته الميان على أنه كينا مشاكل ومع كامل الأسف هذه المشاكل بقى ما لقيناش أذان صاغية اللي غادة تقلس ونتناقشوا اشنا هما المشاكل واشنا هما الحلول بين مؤخذات المسجلة على المستوى المنعيش العقاريين كبروا حجبهم أهم صغر والقادية المتعلقة يعني الشقاك ما تتحسن مش أدمية على الإنسان كيفاش يعقل أن إنسان مواطن مغربي يسكن ما بين 54 و 60 متر بالإضافة إلى الجودة ما تتكنش في المستوى المطلوب أي منعيش عقاري الاقتصادي اليوم عنده دفتار التحمولات وكن نظن لأنه ما كيش يمنعيش عقاري ما كيحترمش دفتار التحمولات دي السكان الاقتصادي مي المنظومة كيخصها إعادة النظار شمولية أما بالنسبة لمنعيشين العقاريين فهما عندهم دفتار التحمولات والدفتار التحمولات اللي كي تحترم بجميع المقاييس دياله لأن اليوم بعد نهاية المشروع راكيني بزاف دي الشواهيد المطابقة اللي كيخص المنعيش العقاري ياخدها باش يشوف واش هذاك المشروع كيستوفيل هذيك الشورط إلا كان دفتار التحمولات اليوم دي السكان الاقتصادي كييقولك ما بين خمسين حتى ستين مترو فأنت كيخصك تلتازم بدفتار التحمولات دي هذاك دي هذاك السكان احنا كالتحاد الوطني الصغر وطنسط المنعيش العقاري المنضويد على التحاد المقاريات المين دائما كنا كناديو بحوار من أجل تحيين دفتار التحمولات دي السكان الاقتصادي لأن معك من الأسف اليوم كنا نقوله لفترة دي السكان الاقتصادي سالت ولكن البدائل بقى ما جتناش وما كنش بعد القانوات الحوار لأن اليوم رهي لبقين ما كان حضروش المهاني الحقيقي في الحوار وفي إنجاز دفاتر التحمولات فكونوا أكيدين لأن المشاكل ستبقى دائما نطروحها اليوم كنظن على أن السكان الاقتصادي يالله بدأت كتعطي الجودة دياله وبدأ كتعطي الطيمار دياله لماذا؟ لأن ربما بدنا كنخرجه من ذلك طلب الكبير اللي كان للسكان الاقتصادي لأن اليوم حتى الطبقة المتوسطة لأنها منقاتش نفس ديالها في السوق ومنقاتش المنتوج ديالها صبحات كتلتاج للسكان الاقتصادي إذا كان المغرب مشبعيد في قضية السكان الاقتصادي وتم إحدث مجموعة من المجمعات السكانية في هذه الإطارة لماذا السكان المتوسطة لا يستطيع أن يمشي في نفس الملحة؟ طبقة المتوسطة اليوم من اللي تقدر معها بغى السكان وسط المدن الكبرى ما بغاش سكان ديال الموحيط في المدن بغى السكان وسط المدن من اللي كان جيو الوسط المدن الكبرى على سبيل المثال دار البيضاء مراكش فاس ريباط أقادير طانجة المدن الكبرى ندرة الوعاء العقاري الوعاء العقاري اليوم في وسط المدن ما بقاش وحتى هذا الوعاء العقاري اللي كان كان عند مؤسسات عمومية أنا نهار فاش تطلق البرنامج للسكان المتوسط كنت قلت بأن هذا البرنامج فاشل لأنه إذا بغينا فعلا طبقة المتوسطة تستفد ويكون ساكن متوجه لطبقة المتوسطة يجب أن نفتح قناوات الحوار مع المؤسسات التي عندها الوعاء العقاري ويداروا فيه اتفاقية ما بين المنعيش العقاري وما بين المؤسسة العمومية وتوجه لطبقة المتوسطة لأن مع كامل الأسف استهدفنا بزاف دي الطبقات ولكن طبقة المتوسطة إلى يومين هذا بقى ما تستهدفتش اليوم تقول لي على أن السكن الطبقة المتوسطة يبدأ من 80 متر 150 متر يبدأ بـ 6,000 درهم مع عدم احتساب الرسوم يصل 7,200 درهم نقول لك في الموحيد المدن اليوم يبيعون الناس السكن فوق من السكن الطبقة المتوسطة بـ 6,000 درهم أخصنا نحضروا الطبقة المتوسطة اليوم طبقة المتوسطة فيها بزاف دي الطائف لكن الإنسان يربح اليوم 20,000 درهم يحصلوا في الطبقة المتوسطة ولكن هذا الإنسان نحضروا من وسط المدينة ونضعوا الموحيدة للمدينة وليس نوفر لي بزاف هذه الأشياء من ناقل من المدرسة من البنية التحتية تتبنى بجموعة من المدن الجديدة ولكن الملاحظة أن هذه المدن الجديدة لا يتمشأ ربطها بوسائل ناقل لكي تشاعد المواطن مثل الذين يتكون في الدار بيدا أو الذين يتكون في المراقش أو الفاس لكي ينتقل للمدن الموحيطية مع كامل الأسف هنا سنجاوبك على هذا السؤال مع كامل الأسف القانون ديال 92 دوبل زيرو كيقول لك على أن أي أطيسما جديدة أو أي مدينة جديدة ما كيمكنش لها تنجز إلى مكانش المرافق كلها متوفرة وتكون منجزة مع كامل الأسف هذه النقطة هذه ما كتحتارمش مع العلم على أن لا المنعيش العقاري ولا المؤسسة التي تكون كتشفى اسمته كتوفر هذا العقاري ديال هذوك المرافق ولكن تنفيذ ديالها وتنفيذ ديال هذوك المرافق هو فين كين الإشكال لأن نأم اللي كان جيو كان شوفو كانت تشيد أي مدينة جديدة كانت تلقى المرافق الواحيد اللي كانت تسمو به هو المسجد كان بنيوا المسجد وكان زقاو بحالة تقول المغاربة كلهم الحمد لله نحن في مسحج المسجد ولكن يرى المسجد يجب أن يكون مستوصف يجب أن يكون مركز الشرطة أو مركز دارك أو دور الشباب أو مرافق أو 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 مع كامل الأسف إحنا زابقين اليوم أي أوتسمة نتحدى أي إنسان أي أوتسمة كيف يمشونها أو أي مدينة جديدة كانت بشي كتلقواها حضر بعادي للمسجد لذلك المسجد كيتشيدو مع كامل الأسف المرافق الأخرى احتجاج حدمتها تنبيها هنا اليوم كي يجب أن تراجع النظرية دي لفت المسألة هذه على أنه جميع المرافق تنجز في إطار الاتفاقيات وفي إطار الوقت يجب أن تهزي منيسان من المدينة من المدينة الجديدة وما نوفر لي بزاف ذي الأشياء وما نوفر للرحة النفسية ما يمكن لها أقل شيء هو النقل اليوم ينموذون في المحيط الدار لذلك لا لديها النقل ونعطونا أسابيع المثال وشي عباد الله وإنسان كبير وسط مدينة الدار البيضاء ونسميه وحنا الأسابيع وتسميتها هو باب مراكش الحياة المحمدية كان هزوا هذوك الناس مساكن كان ديوم نحطوهم في الرحمة كان حطوهم في الهراويين ولكن هذي الناس دعوا شفرنا لهم هذي البيئة اللي كانوا يعيشوا فيها ركان الإنسان دي للمدينة القديمة كيخرج من المدينة القديمة كيدخل لمرصة كيصور العيش اليومي دياله لقوة اليوم دياله اليوم هزيتي من تمديتي إلى الرحمة ولكن خليتي لي المعاش دياله مرتبط بواحد المكان علاش ما فكرتيش بأن من اللي غير تحول لذيك المكان توفر لي مكان الشغل توفر لي بزاف ديال الأشياء قبل ما تفكر في الإنسان لأنك يقول لك المثال لا تعطيني سامكة أريني كيف أصدد السامكة هذا هو المشكل اليوم اللي كان في المغرب هو أنه ولينا كان فكره أنا كما كان سميها دائما ربما خرجنا من لبيضانفيل من دور الصافيحية البنايات إسمانتية بدون مرافق اليوم كانت توسمه خير في هذه الحكومة الجديدة على أنه تكون سامكة مع كامل الأسف أنا أضع النقطة مازا غير رجع لها بالنسبة للقانون المالية للألفين واثنين وعشرين البرنامج الساكاني هو اللي كان البرنامج المتغيب مع العلم لأنه بقي الطلاب كي يقولوا بقي عدنا الخصاص ديال مئة وسبعين ألف وحدة ساكانية بالنسبة للساكان الاجتماعي من هنا لألفين وثلاثين الإحصائيات كنت تقول خصاص ديال مئة وسبعين ألف وحدة ساكانية اليوم الحكومة البرنامج الساكاني ما عندها شكرا في البرنامج ديالها أشنا هو الحل واش هناك برامج جديدة واش هناك بغل نستهدف وشفاء معينة نتبقى كم العيشين صغار متوسطين أشيء انتظارات ديالكم من الحكومة بالنسبة للحكومة الجديدة الحكومة المغربية الحكومة المغربية الجديدة بجميع المكونات ديالها الانتظارات هو ندير واحد تقييم لما سبق وتقييم لما قادم لأن الى ما أربطناش الماضي بالحاضر رهما يمكنش لنا نخرجوا بنتائج إيجابية نقيموا ما مضى بكل إيجابيته وسلبيته ونشوفوا اشنا هما المتطلبات واشنا هما الاحتياجات اللي بقي اليوم السوق فأمس حاجة إليه مع كامل الأسف أنا كنقولها كنقول على أن السكن الاقتصادي توقفت الاتفاقية دياله في 2020 العمون عيشين العقاريين روقفوا في 2018 و2019 بسبب كوفيد وسبب كورونا كنل منعيشين العقاريين اليوم اللي هم في أزمة كبيرة لأنهم مقدرواش يكملوا الاتفاقية ديالهم لأنه كانت واحد سنتين أو ثلاث سنوات ديالت توقف على الشغل وهنا الحكومة تضارك هذه المسألة هذه لما أننا ما بغناش غداوله بعد غدا إن بدأوا محاكيم بدأون إزاعات الملفات المنعيشين العقارين مع الدولة على شلي ما يكملتش على شلي يخضوا بعين الاعتبار هذا التوقف اللي كان لغم أنه كانت واحد سنة إضافية ولكن هذه السنة كانت باقة الجائحة سارية مع كامل الأسف اللي كانت من الحكومة تضارك هذه المسألة هذه وكذلك الحوار من أجل تقييم واحد المرحلة سابقة وتقييم كذلك المرحلة المقبلة ونشوف واشنهما الانتظارات اللي مطلبة لا من العيش العقاري لا من المسؤولين ولا واشنهما طلبات دير المواطن واليوم وصل الوقت لأمنا خصنا إعادة النظر في عدة الاتفاقيات وفي دفتار التحملات دير السكن لا المتوسط لا السكن اقتصادي لا السكن القليل تكلفة لا حتى السكن القليل تكلفة تتكلموا فيه كتير لأن كين السكن القليل تكلفة تنجز لمدة 4 سنوات وخمس سنوات وباقي اليوم توقف ما تسلمش الناس دي هولو والناس اليوم نشوف منازل السقوط كين الناس باقي تسكن في الريدوات كين الناس علاش هذه الفئة ما نتفتحوش عليها ونعطيه هالسكن القليل تكلفة اللي هو اليوم تنجز في إطار شركات ما بين القطاع العام وما بين القطاع الخاص مع كامل للأسف ما رفناش شكون الجيها اللي واقفة ضد هذا المشروع دي السكن القليل تكلفة ما تستفدش منه الطبقات اللي هي فأمس الحاجة إليه سيبو حميد شكرا جزيلا على قبول الدعوة متسبعي خانس أنفس بريس إلى اللقاء في لقاء خاص شديد إن شاء الله